السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم السب 8 حزيران يونيو القمر اليوم موجود في برج السرطان ورح يظل موجود في برج السرطان لغاية الساعة 27 و28 دقيقة من مساء يوم الأحد القمر الآن موجود في منزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 11 و45 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش من ظهر اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل طبعا القمر بما إنه موجود في برج السرطان معناته خلال هذا اليوم منشعر بقوة المشاعر والعواطف وحساسيتنا الزائدة من أي شيء حتى لو كان بسيط ومنحاول خلق جوم من الأمان إلنا ولا أحبانا ولا أطفالنا ومنميل القيام بأشياء بتجعلنا سعداء من ناحية أخرى لدينا بعض الذكريات اللي ممكن تجعل البعض منا يضرف الدموع أثناء تذكر الماضي إحنا بحاجة للمزيد من الاهتمام ومراقبة أكلنا وشربنا لأنه بالفترة هاي الشهية بتكون مفتوحة لتناول الكثير من الطعام يجب أن نتجنب انتقاد الآخرين لأن حساسيتهم بتكون في ذروتها يمكننا شراء أو استئجار أو بيع عقار أو إعطاء المزيد من الاهتمام ولا أطفالنا وقضاء وقت ممتع في المنزل أو مع العائلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تربيع رح تكون سلبية بين الزهرة وبين زحل وهاي طبعا تأثيراتها إلها تقريب الأربع أيام ومستمرة بأربع أيام قادمة ذروتها اليوم الساعة ثمانية وخمسة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بسبب هاي الزاوية بتنقطع العلاقات الضعيفة العاطفية الضعيفة لغير رجعة وبتزيد من غيرتنا وحبنا للتملك وملنا للاكتئاب ونزعات مع محيطنا بتدل على تراجع في المنتوج الفلاحي ومنتوج مؤسسات الدولة والصناعات الثقيلة والصناعات الحرافية بسبب الإهمال والتكاسل اللي بيغلب على موظفي هذا القطاع وبتقلل من عطاهم بعض المؤسسات المالية والبنوك مثلا بتعرف نوع من أنواع الاضطراب في المداخيل بسبب سوء التدبير أو التبذير وبيعاني برضو الأشخاص اللي بيشتغلوا في المجال الفني من الكساد وقلة المبيعات أو بعض الخلافات وبتقل الحفلات والسهرات بسبب ميل الناس أكثر للتحفظ وبيزيد التزام الناس وتقيدهم بالتقاليد والأعراف الاجتماعية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين زحل هذه الزاوية رح تكون الساعة 11 و7 دقائق مساء بتوقيت جرينج نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤنا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبرضو بتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية عندنا المعدة، الكبد، الصدر، الغشاء المخاطي، المبيض، الرحم، المهبل، الثدي وغشاء الجنب، وغشاء السفاق، وأيضا الجهاز اللنفاوي وعظم الصدر هذه الأعضاء هي الأكثر حساسية وبما أن المعدة معناة عمليات التكميم للمعدة لا تصلح خلال هذا اليوم أما بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا باقي أعضاء الجسم ما في أي مشاكل لا إجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها مناسب أيضا هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج السرطان خلو المسار القادم رح يكون يوم الغد الأحد بيبدأ تمام الساعة 7 و4 دقائق مساء بتوقيت جرينتش وهو بيستمر حتى تمام الساعة 7 و28 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره يومين الساعة 53 و50 دقيقة صباحا منبلش باليوم الثالث نسبة الإضاءة 7% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم عشرين ستة سعيد بنسبة 70% القمر في السرطان حتى يوم الغد تسعة ستة منتحس بنسبة عشر في المية الآن ساعة الفجر سعيد بنسبة خمسة عشر في المية ساعة الصباح سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية أما في ساعات المساء سعيد بنسبة ستين في المية عطارد في الجوزاء حتى يوم سبعة عشر ستة سعيد الآن بنسبة مية في المية ساعة العصر سعيد بنسبة سبعين في المية الزهرة في الجوزاء حتى يوم سبعة عشر ستة منتحس بنسبة عشر في المية المريخ في الحمل لآخر يوم لأنه بكرة رح ينتقل لبرج الثور الحلقة أعتقد انها صارت موجودة على القناة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية المشتري في الجوزاء حتى يوم تسعة عشر منتحس بنسبة عشر في المية زحل في الحوت حتى يوم تسعة وعشرين ستة سعيد بنسبة ثلاثين في المية ورانوس في الثور حتى يوم واحد تسعة سعيد بنسبة ثلاثين في المية ونبتن في الحوت حتى يوم اثنين سبعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية وبلوتوف الدالو بيتراجح حتى يوم اثنين تسعة منتحس بنسبة عشرة في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا اليوم بتنهمكم بامور الهاصلة بالبيت والعائلة أهم شيء أن تحاولوا فرض وجهة نظركم على أي شخص بخصوصا المقربين أو أفراد العائلة وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم حاذروا التصرفات العدائية حاولوا أنكم أدخل في القوانين ممكن تعانوا من بعض الإرهاق النفسي أو تسمع عتاب أو لوم بسبب إهمالك أو بسبب كلام جارح أو بسبب تسرع حتى بالكلام برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا اليوم بتنشطوا في السفر والاتصالات والتنقلات وما لكن بتكونوا أكثر صبرا على الطرقات هذا اليوم مناسب لاجتياز امتحان أو مقابلة أو مناقشة عندك قدرة إقناع عالية وسرعة بديهة عالية بتقدر تعبر عن أراءك ولكن بهدوء دون إثارة العدوات والتحفظات وما تترك مجال للغموض باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة اليوم ما رح تهدأ وتيرتك برج الجوزاء بالنسبة لمواليد برج الجوزاء اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي أغلب المكاسب دائما بتيجي بهاي الوضعية من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يسترد أموال بتعود له أو ممكن يحصل على هدية ولكن بتخففوا من النفقات وتنتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أو من المحتالين ممكن تناقش موضوع تمويل أو قرض أو ممكن تحصل على التسوي اللي بتحلم فيها وبتفتح أمامك أبواب للحوار والنقاش البناء برر عن مواقفك بوضوح من أي سوء تفاهم برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان طبعا اليوم أنتم مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم لأن القمر موجود عندكم فما تترددوا اليوم بالتحرك اليوم برضو بتقدروا تقنعوا أي شخص بوجهة نظركم أو الدافع عن وجهة نظرك بترتفع المعنويات والأجواء واعدة بحسم إيجابي أو انطلاق لعمل أو صفحة جديدة وبتحمل لك هاي الفترة تقدم وأخبار جديدة وبتعيد لك النشاط لحياتك اليومية برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية يوم الغد فإذا اليوم بسيطر التعب عليكم أنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل اخلدوا للراحة ممكن تكون الظروف مخيبة للآمال وربما تحمل بعض الخسائر أو الفشل أو التعب خلال هاي الفترة حاول إنك ما تتخذ قرارات حاسمة خوفا من الفشل أو فشل أعمالك أو إنك ما تحصد النجاح لمرجوه فعشان هيك ممكن تخيب أمالك لتأجيل أو إلغاء في اللحظات الأخيرة حاول إنك تعمل بشكل روتيني وما تعتمد على الحضوظ برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ولكن بتكون تتجنبوا انتقاد أي شخص بناسبة اليوم العمل من ضمن مجموعة من الزملاء أو الأهل وإنت بحاجة للتحالفات ممكن تفرح لتفاهم الآخرين لإلك وممكن تحصل أو تحصل على التأييد أو تشارك في ورشة عمل اليوم كل مكاسبك من علاقاتك الأجتماعية ومن معارفك أيضا برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين ووسعكم إتباع جدارتكم والدفاع عن مصالحكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ممكن تشعر وكأن محيطك المهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف ولا بيتعاون معك أهم شنك ما تخشى المواجهة أو المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح رغم أنه ممكن يكون في بعض القلق حاول قدر الإمكان تبعد عن المجازفات والمغامرات خلال هذا اليوم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب تنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة والأوراق والمعاملات اللي بتتعلق بهجرة أو إقامة أو حتى دراسة جامعية أكونوا أكثر صبراً أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة ممكن تعيشوا أجمل اللحظات وأكثرها حظاً خلال هذا اليوم ابتختفي المنافسات والعدوات وبتتسهل جميع تحركاتك أهم شيء أنك ما تقف ساكن على المستوى العاطفي الأجواء ممتازة جداً أيضاً للتواصل مع الأحباء برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس اليوم بتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات إلا أنه في فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض اتصرفوا بدون تباطئ لتصحيح الأوضاع ولاعادة بعض الأمور لنصابها وحاذر مخالفة القوانين والتعليمات لا ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين ممكن تعالج موضوع مالي أو إداري ولكن ما تغامر بأموالك وإحذر اليوم من أي مجازف مالي إلى علاقة ببنوك أو بأسهم برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة وبتقدروا اليوم تبحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركاكم سواء بالعمل أو العاطفي أو ما بين الأزواج ولا تنسى أن القمر موجود مقابلك تماما فإذا هذه فترة متوترة فممكن تتورط في أزمة أنت بغنى عنها بسبب عصبيتك ممكن تضطر للإبطاء ببعض مسار بعض الأمور أو الخطوات أو تغير نمط معين أنا ما بشوف فيه مشاكل بالعكس لازم تغير لأنه اليوم لازم تضبط أعصابك على آخر وما توجه أي انتقاد لأي أحد برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا بيتركز العمل عندكم اليوم أكثر إشي أو بيتراكم العمل لأنه اليوم التركيز كله على العمل وعلى الصحة فبدك تحاول إنجاز ما بوسعك من عمل دون إهمال صحتك وحاولوا أنكم ما تدخلوا في مواجهة مع زميل وحاضروا من التراجع الصحي لأنه لا يوضع الصحية برضو فيها علامات استفهام حاول أنك تنتبه لصحتك إذا شعرت بشيء غير اعتياد يتراجع طبيبك غير من أولوياتك إذا دعت الحاجة وما تعاند وباكر للعمل تفادي لأي تاخير في العمل برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم الأجواء ممتازة جدا على المستوى العاطفي أيضا اليوم ممكن يكون فيه خبر أو فرحة أو شيء يتعلق فيه شيء كنت بتنتظره اليوم فيه نوع من أنواع الفرص المناسبة للمصالحة أو للتسوي وكذلك للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا عالية جدا وتعتبر هاي الفترة فترة إيجابية ومميزة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء